السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو فيديو جديد وحصة جديدة وحرف جديد حرف الباء إن شاء الله سنتطرق في هذا الفيديو إن شاء الله لحرف الباء سنتعرف عليه على أشكال كتاباته ومع حركاته القصيرة والطويلة والتناوين المرجع كتابي في اللغة العربية في طباته الجديدة والمنقحة نبدأ على بركة الله ولون المربع إذا سمعت حرف الباء ولون المربع إذا سمعت حرف الباء بداية نلاحظوا معي حرف الباء الشكل ديالو الكتابة ديالو لديه نقطة من تحت حرف الباء حرف الباء حرف الباء نحيد ولون المربع إذا سمعت حرف الباء اجتمعوا جيدا غربال غربال إذن أسمعه حرف الباء سوف نقوم بتلوين المربع غربال الصورة الثانية كرة لا أسمعه حرف الباء إذن لنألوين المربع الصورة الثالثة هي صورة برميل برميل إذن أسمعه حرف الباء في المقطع الأول بر برميل التمرين الثاني أحدد المقطع الذي فيه الباء سوف نقوم بتحديد المقطع الذي في حرف الباء لاحظوا معي الصورة الأولى ظربية ظربية بياتون ضحضوا معي هنا ظربية بياتون ظاي مقطع الراء مقطع الباء مقطع والياء مقطع والتاء مقطع واحد جوج ثلاثة ثلاثة إذن المقطع الثالث عفوان ظر هنا ظر سأعيد كتابة ظر مقطع بي مقطع ياء مقطع تن مقطع إذن واحد جوج إذن المقطع الثاني سنضع علامة إذن المقطع الثاني هو مقطع حرف الباء كل 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 نكتبوه هنا غير استئناس كل بن نعود نكتبوه ظربية هنا نحسن ظربية تن إذن المقطع الثاني بالنسبة لكلبن المقطع الآخر كل بن الصورة الآخيرة بحرن بح بح رن إذن المقطع الأول بح رن وشطبوه الداخيل إذن هنا الأساس هنا هو حرف الباء وسنشطبوه الداخيل لاحظوا معي هنا حرف الباء حرف الباء في أول كلمة حرف الباء في أخر كلمة حرف الباء في وسط الكلمة هنا حرف التاء إذن 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 هذن يهمنا هو حرف الباء إذن سنشطبوه التاء حرف الباء هنا حرف الجيم أيضا داخيل حرف الباء في وسط الكلمة حرف السين إذن دخيل هنا حرف الباء في أخير الكلمة إذن شطبنا تا جيم والسين أتلفظ لاحظوا معي الصورة الأولى با ص لن صورة الثانية بخور بخور صورة الثالثة بنتن سوف نقوم بخير أتحرف الباء مع الحركات القصيرة الفتحة الضم الكسرة دائما الفتحة أفتح فمي ضم فمي على شكل دائرة والكسرة ابتسامة صغيرة الفتحة تكون فوق الحرف الضم أيضا فوق الحرف والكسرة تحت الحرف فوق التحت الضم أيضا فوق الحرف والكسرة تحت بابو بي بابو بي لاحظوا الحركات دي لفمكم بابو بي بابو بي حرف الباء مع الحركات الطويلة أتلفظ لاحظوا معي الصورة الأولى بوقن بابن طبيبن إذن بوقن بابن بطبيب نفس الحركات إنما كنطول الحرف واحد شوية لأن الحركات الطويلة الألف، الواو، الياء الألف، الواو، الياء حرف الباء با بو بي بي با بو بي بي أقرأ با ربابو 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 بو بوم بي مبيد با ربابو بو بوم بي مبيد الآن حرف الباء مع التناوين لدي هنا هذه الصورة صورة رباب إذن رباب مع التناوين تنويل فتحتين تنويل ضمتين ونحن تنويل كسرتين إذن را بابن را بابن بن 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 ربابن را بابن رابابن tenemos تنويل فتحتين تنويل ضمتين وتنويل كسرتين إذن بن 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 أقرأ سأقرأ حرف الباء مع الحركات القصيرة الطويلة والتناوين با بو بي بن بين بن بردن هنا غير ركزوا هلاحظوا معايا ما كنتش حرف داخل الحرف اللي شفنا الدور السابقة بارد بوم مبيد بارد بارد رباب 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 أخطو ثم أنقل با بو بو با با بي بي ب ب بو ب بي بو بي نشاط هر هلاحظوا الصور ونكتبوا المقطع أو المقاطع المناسبة إذن شفنا هذه الصورة هذه من قبل صورة باب إذن باب باب الصورة الثانية راباب إذن را با بون باب راباب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة موسيقى 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 اشتركوا في القناة